المجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة والدور الذي يقوم به مجلس النواب في دعم البرامج الوطنية لتقدم المرأة البحرينية يا أهلا مساء النور مشكورين على إتاحة الفرخة للمشاركة اليوم اليوم الحمد لله أمتشرفت بوجودي في الاجتماع الذي ينعقد في مجلس النواب حيث استقبلت معالي رئيسة مجلس النواب موقارة سعادة الأمين العام للمجلس العلى المرأة والوقت المرافق لها وأكدت اليوم معالي رئيسة على استدامة التنسيق المثمر بين المجلسين المجلس النواب والمجلس العلى المرأة لما فيه خير ومصلحات ودعم المرأة البحرينية وتقدمها وانطلاقها وهذه كلها من مبدأ تكافل الفراس والتوازن بين الجنسين طبعا وهذه طبعا كلها في ظل الدعم الرفيع من لجنة حضرة صاحب جلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأيضا الاهتمام الكريم من صاحبة السمو الملكي قرينة العهل المفدى رئيسة في المجلس الأعلى المرأة حفظها الله ولا ننسى في هذا المقام جهود الحكومة المؤقرة أيضا برعاة الصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال الخطة الوطنية للنهوب بالمرأة البحرينية التي تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة نحن دائما في مجلس النواب نقول المجلس العلى المرأة يعتبر شريكا استراتيجيا للعمل البرلماني من خلال طبعا ما تقوم به من الأمان العام من المجلس العلى المرأة من مشاريع وبرامج نوعية وجهود جبارة تصد في طالح المرأة البحرينية اليوم تم بحث سبل التعاون بين المجلسين من خلال مرئيات السلطة التشريعية حول التشريعات لتدعم الاستقرار الأسري وأيضا تم التطرق إلى العبويات الدولية للمملكة في مجال متابعة تقدم المرأة البحرينية نعم الدكتور ياسر الشيراوي الأمين العام المساعد بمجلس النواب ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في الأمان العام للمجلس شكرا جزيلا لك